ترجمة نانسي قنقر بس هتعال عندي عن كتاب ها تذكرت بدي منك شغلة صغيرة بدي هيك تشيبلي معك ابني جان يا اخ لا تقل لي رو عالبيت توفيق اه ما رح لك شي تطمن وريح بالك خلصنا يا توفيق خلصنا هديش خلصنا من شغلات بس الا شوي كنا خلصنا بصالة اعمال رح اسكن مع بهار بالمزرعة شو نصيت انو كنا رح نتحدى العالم ولك لو تركونا كنا نتحدينا ابو ام نفسر العالم بصراحة خوفتني عليك لا عاد تعملها مضت على خير خلصنا منها خلصنا طيفو قلق انا عمعيش بالوقت الضاير بقتلي شغلي وبيدي تساعدني فيها وهيك كماما نكون خلصنا منها اخي علي انت رجعت من الموت كرمال عمر وانا كرمالك انا ما رجعت لشوفك عم تموت شوي شوي ولك فهام علي انا ما بهمني انعشت ولا ما عشت عشنا وخلصنا اللي بهمني هلأ شغلي واحدة بهمني اني اعمل شي خلي عمر يسامحني اخي ايزيل ما رح يسامحك ابدا لا عمر بسامحني انا ما بعرف مين عمر يا اخي الرجال يلي عرفته مو متل عمر يلي بتحكيلي عنه على طول انتي عم تقلي انه عايش شلون بدي اقلك ياه لك هذا الزلم يفضوله قلبه ضيعوله كل حياته هذا الزلم ما رح يسامحك طيفو هلأ اذا بتطلع اختك قدامك حتى لو مميته بتخلي شي وما بتعمله بس مشان انه تسامحك شاوبني ديفو انا ما نقع ما انا عم شوف لا يسامحني بس بعمل علي وبرتاح لو طلعت وقشت هلأ في شي ما بتعمله مشانه طيب شو بدك عميل طمني ايه كيف صارت عايشها لازم تعطي قرار دغري اما بدك تغرق هدول الجماعة او بدك تطلعن واحدة من تنتين بالمختصر انت ما فيك تستمر باللعب على طول والله ما انا عرفان شو اعمل يا خال شو اللي تغير خال انت اول ما عرفت انه عندك بنت شو تغير بالنسبة لك والله شو بدي ايقلك ما بعرف يعني بدك تقول كنت مثل الشجرة اللي ما ايلا جزور يعني جزع واقف محله يابس وعمي طاطع طاطع ماني قدران اتنفس لما شفتها بعد سنين طويلة ما حسيت كأنها غريبة عنك صعب اوصفلك شعوري بهديك اللحظة صعب كتير كنت نشفان والدنيا سودة ولما اجت ورقدت لعندي بسرعة وضميتها ردتلي الروح وقالت لعيش صار عندي الشي عيش مشانه الولد بيغير كل شي يا ابني قل لي وين قريب بعد خمسين متر فاروق طوز هذا هو الزلمان شو قصته؟ القصة هي قبل سنتين بيروح فاروق مع شريكه على معرض ببوخريست عملوا صفقة كبيرة احتفلوا وانبسطوا وبعدين راحوا على غرفهم بفيق فاروق الصبح بيدق على باب غرفة شريكه ما بيفتح له الباب بيبعثوا عامل يفتح الباب واسبله اي ميت بعدين الجرائد بتكتب تاني يوم مات الشريك في سريره بعد سهرة ماجنة نوبة قلبية هذا الزلم بيغطي عن نفضيحه كله وبيدافع عن شريكه وبعدين بيتبنى ولاده وبيجيبهن على بيته يعني يعمل حاله ملاك الرحمة هاي هي قصته والحقيقة؟ القصة الحقيقية انه فاروق ملاك الرحمة زبط الفندق وطب الشرعي وغيره لحتى يقولوا هيك بس الحقيقة انه الزلمة مات برصاصتين بصدر ووحدة بالرأس يعني ماتت معناها صاحبنا ما بيحب الشريك وبالصفقة اللي اخدها بيصير غني غني كتير وما حتى بيحس بشي له هلا ايه؟ شلون بدك تقنعوك؟ بسيطة بهددوا بالليلتلية في قداما خيارين يا سيد فاروق هات هات اما هلا مرتك وولاد شريكك والقعدين بيسمعوا قصة قديمة وممنيحة ساعدة بقتلك او بتجاوب على السؤال بسيط كتير او بتجاوب على السؤال بسيط كتير وبسانية وكأني ما اجيت له ما عندك وقت تقللي شو؟ شو السؤال؟ شو السؤال بسيط يا لما اتل شريكك كنتios بحث�ו اين قلت؟ اين کیلما اتذق؟ يوم Latav سابح الشيطة طبعاً يا عرفت أخي علي أخي علي توفيق بدك تساعدني طبعاً طبعاً يا عمر أنت ملاحق هذا اللي مثل المرمع هيك شو لعيتو؟ أكيد بتقول أنت والخال اللي عيتو ما هيك؟ اسمع لأقول لك يا سبعي أنت لا تتدخل فيي أبداً أنا بخلص الشغلي بس اعتمد علي عم أسألك إلك توفيق شو بدك تساعدني؟ مهمتك صعب شوي بدك تقتل قاتل كامل وهلأ أخي علي أروح بتروح على مصور بساحة قوق وبتتصور صورة هوية بعدين بتعطيه هاد وبعدين؟ المصور رح يوصلوا للزلمة تبعنا نحن بدنا مصاري من مكتب صرافي الزلمة بيسلم الظرف وبيأخد المصاري وبعدين بتستنى وبتنصب له كمين ليش؟ القاتل بيروح لهنيك بيقتل هاد الزلمة